اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ايه قرادة هتقوم وتوقف زي الحصان وبعدين يا ما نصحتك يا ابا يا ما نصحتك الجواز من العينة القليلة دي تيودي في ستين دهية ده انت اتجاوزت باروكة جبتها انا من انا نسيبها دي انت بتبكي ليه بس احاجة ايه بكده هتأثر فيا مالك شاكل يا حفايي هصيب اختار وزعلان زعلان يا ابا ده احنا في ايام غبرة ما يعلم بيها يا الله ربنا ربنا ياخدك وياخدنا معاك ويريحنا يخرب بيتك عملتي فيه ايه عملتي فيه ايه ها عملتي انا عارف من يومة لميتي على الفنان احمد سلامة وانت عايزة تخلاصي من الرجل الكبير بس انا مش هنقولها لك يا زقريدة مش هنقولها لك ويه ده انا مش قال ميت مرة فيش تلفزيون يفروض اسمع انه عشرة كده ولا كده عايزين نسمعه اخبار حلوة التلفزيون كله اخبار وحشة اه اه التلفزيون ما فيهوش حاجة يا ابدي اه برضاية عليك يا مختار هتلي الورق من الدولاب يا ابدي عناية حاج عناية حبيبي لازم يسمع اخبار مبهجة تفراحه عشان نحافظ عليه نسيت اقول لك صحيح يا ابا عم شفيق صاحب امرك يدوروا عليها عيني لقوه ميت في شاقته بقاله يجي اسبوع لحد ده مجزته تحللت الله يرحمه والله ده ايمان ايمان ابن اختي يا عيني جاله مرض وحش اهو 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 واختي عدمانة المهدهات واخويا لعبة للصغير عايز يفجر ابوبتل بتجاس في امراته اللي بقى الضرايب النهاردة جات حاجزت على كل محلاتك يا ابا اهو اهو وعمتي فوقية تلعت انها ماتت اطعولها لسانها الحرمية ورموها في الشاقة انا عايزك بس انت متفكرش في حاجة همعلم مش عايزك تتوتر خالص مختار 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 اه ملك يا ابا اه حسب ايه يا ابا تماني اه عايز تعتص اعتصي يا ابدي اعتصي انا بموت يا مختار ما تقولش كده يا ابا ببوت ما تقولش كده يا ابا اه اسمعني سلك البضاع يا ابدي حاضر سلك البضاع هسلك البضاع وهشرفك وانا عارف في نفس المكان التسليم في المجاري العمومية بتاعت القاهرة ما تقلقش يا ابا طمن انت بس ابا 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 المهلم مات الف رحمة ونور عليك يا معلمي الف رحمة ونور عليك يا ابا الف رحمة ونور عليك يا سيد الرجالة يا سيد الرجالة تعالي انا اسباع الروج انت انت اللي موت ايه انت والفنان احمد سلامة من يوم ما تلميته على بعض وانتوا اللي وصلتوا الرجل ده لكده اوه مات اعمل فيك ايه عايزة ارشاقك رجبة ببطنك خاس تيجي في وشك لان احجامك غريب ما انت ملغبطعني طول عمري بابص ان الناس كده انت الوحيدة اللي عملاني كده فالتركيبة من بالنسبالي خدي بقى خدي انت اللي هتالت ابويا انت اللي موت يا ابويا انت اللي موت يا ابويا الف رحمة ونور عليك يا معلم سمحني يا ابا هتطرفت السرك لاخواتي يا ابا فكرينك اب شريفي تشرفه بيك وانت في الاصل معرفتك تعر وتشبه الف رحمة ونور عليك يا معلم الله يكرمها شكرا الله لساعةك يا معلم وقال الله يا مختار ونعمة بالله يا معلم كراسة مبروك عليك المنصب الجديد الله يبرك فيك انت جاي تقطمنا ولا جاي تعزي ولا ايه اسره اسمعني كويس يا مختار بناودني ناحيتك اه البضاعة تشحنت وكلها ايامها تستلموها ربني اكرم والطلبات عملتي عملتك وقسملك بالله ما معانا ولا تعريفة تعالى بس الحج سيبنا على البلطة وكل الفلوس في العملية الاخيرة انا معاي خمسة وعشرين جنيه دوبة حاسب الفراش اسطر علينا عيب ده شغل رجالة تصدق بالله اصحاب المكتبات كلهم استنينا كل المكتبات اللي في مصر والموسم الدراسي داخل مش عارفين نعمل ايه سيبونا بس نستلم البضاعة ونفرفش كل اللي انت قولته ده ما يخصنينيش قولتك كامل اللي كانت مع الحج خمسة وعشرين في المية هو اتفق معاك على كده؟ ايوه ما هو كان اخر قامه بيخرف هم خمسة في المية بس المرحوم ماتفاش معايا على كده انا اللي بتفق معاك وبص في الصف في حاجة عايزة وراء لك طب البقاء لله يا مختبين منعمل بالله يا اخوة مجلقش في حاجة وحشة جاي ينصب شكر الله سعر شكر الله سعر البقاء لله يا ابني ساعة الباشة زيارتك لينا تشريف كبير قوي من يوم ما شوفت ساعتك قوي ما شوفتك في السؤال رجعت الزمان اياما كنا بنروح المعمورة احنا وقسرتك واياما ابويا يا باشا انت عظيم الله يا ابني المرحومة كانت زي اختي بالزبط الله يرحمها مرحومة؟ مرحومة مين؟ المرحومة مادام صفاء سلامة اه 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 طبعا شوفت نهايتها شوفت ازاي ده مفجرت في الغرداء جابوها وشرفك بالميوع على المستشفى معلش معلش شرفتنا ساعة تلبياشة البقاء لله ونعمل الله انا فاكر المدير بتاعك في الشغل والعرفة ده جاي يقولي المادام صفاء ايه المناظر ده يا ادعيزي شحيلك يا زياز مختار شحيلك يا سيز مختار والله هدمنية ايه ده مين لده الخلق اصلا زياز مختارة كنت عايز يعني الحوار التعارف الواحد فيك ده هوت الظروف والضغط والاقباء بتخيل البريقات ده بيعني يوكل ايه بيعمل اي حاجة في الحاجات حاجاتي انت جابت نوعاتيات وفرحة اللي بقت عزي انت مبالش مجاعة تقريفنا يالله هاتمنينا لا انا مش هابشي بقى عشان را كنت ابدأي الابوك ب28 ألف جنيه ومش هابشي بالعزة ده قابله باخد الفلوس بتاعك ولها في ايدي تمه بوقك 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 ده انت بتاعلي ده بوقك انت بويا مستالف منك 28 ألف جنيه انت بتطلق علي ومشخل علي وزاز مختار على اللي انه مبقل ده هيرد على جنة بوقك بوقك بقولك ايه انا هديك حقك شوف انتوا الناس شوفوا الناس شوفوا انت على يالله يالله شكرا الله ساعك هم حرفش شكر لنا اهل السعيد كلهم الله يكرمك الله يكرمك شكرا الله ساعي على كفاد ونعمة بالله ونعمة بالله ايه ده ده انا ايدي خدلت الرجل الكبير ده ايده جزعلي ايدي ايدي جزعت والله وكله بيسلم بحرارة اوي كأن ابو يا جز اخته ايه ده الله يرحمك يا حج خلاص بقى خلاص بقى انت هتنهار فترة جاية عايزة رجالة مش عايزة ناس تنهار ليلتو خفيفة اوي 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 هو كان طيب اوي كان ابن حلال ليلتو خفيفة بس ساب اعباق تقيلة اوي شوف الناعش كان طاير الناعش ايه اللي كان طاير؟ الناعش بتاع بابا الرجل كان طاير ايه هو الريح كان جامد واحنا كنا ماشيين مع الريح ما تعادش تقول لي طاير ومش طاير وانتو متعرفوش حاجة اصلكم ومتعرفوا كل حاجة ثم الناس يتمشي بس مختاركم اخونا عايزين نتكلم معك بخصوص المراس الايه؟ المراس ساد داني انتو معندكش راحت الدم مراسو احنا لسه في العزب تاعبونا وتقول لي ان اعشي كان طاير يا كزامة اولا عزيين شايف تروس بس من شبرة انا بسامة لا من جهة الفلوس هتبقششه اوي هتبقشش ما تقلقوش اقول لك يا اشرف اقول يا مختار انت بتحب شغلك اناس يا عام ايه الناشرة دي ايه يا عام؟ اوه في حاجة يا مختار اقول لك هتسيبو اه اشرف ناز دي طولت اوه انا جوعت بسراحة اوه انا كفر اناب اللي هيقرأ قرآن تاني؟ لا خلاص اناب هنعمل ايه طاية؟ اناب ارجالة همتشاكرين او 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 معلش معلش الناس بتعزي ساعة ساعة ونص انتو بقى لكم كتير اوه احنا جوعنا بسراحة اعودوا في الهواء زي ما انتو عايزين بس اخر واحده انه بيقفل السوان اه؟ شكر الله اسعيوكم يلا يا عام التوو دي ناس فاضية بينا يا مختار يلا هيرحمك يا حبيبي كالرجل ولا كل الرجالة سيد الرجالة او حدوه او حدوه او حدوه يا امي اينا اينا بنا عشان نبقى من الاول الله بيض انا جمعتكم النهاردة عشان اقولوكم على موضوع ما كنتش عايز اقولهو لكم لكن ظروف المسلسل حكمت كان سر بيني وبين الحج الله يرحمه الله يرحمه ويحسن اليه ما كانش حرمني من حاجة جابلي شب شب في ليلة العيد الله يرحمك يا حج كان من اعز اصدقائي كان من اهنيني ما حرمنيش من حاجة خدت الحباية خلاص يا حبيبي بقاء لله السر اللي انا عايز اقولهلكو لازم اسألكو سؤال قبليه عبونا الله ارحموك تشغل ايه عطار عطار هو ده الخزوق بالشغل لاتو شاربينه من الاول ابوك الله ارحمه كان تاجر السليفان ايه؟ يا كلب يا كلب بتاع اللي بتبلبعه ده خلاص فوت لك دماغك تقول على بوك كده اللي كان من عشرة في الناس حزبي الله ونعم الوكيل حزبي وانت يا بيت انت وانت يا بوكي كانت يوافير ايه ايه التشليح اللي انت فيه ده حزبي الله ونعم الوكيل فيك وكلكم اشوف فيك يوم يا ولادي شوفيه ماما يانوه اسمك ماما تجنينت ماما تجنينت يلا بات ماما بيت دياب اكرهها من الصغره ما علينا ماما تجنينت فيه زوجة جدي يا مختار ماما تجنينت فيه سبس نوفان للأسف اوه يفضحتك يا اشرف ينسبتك السوداء يا اشرف اقول ايه زميلي في الدخلية انا اللي بطبه القانون ابويه يبقى تاج بس نوفان الظابط المسؤول عن ترسيخ القيم والعدالة الاخلاقيات هو لفظه ابن داجر سنوفان بقولك يا حبيبي التوهوق فان واح والولا عايز اقول لكم ان البيت اللي انتو قاعدينه ومتفشخرين فيه ده مرهون يعني ممكن نترد منه في اي لحظة ايه ده والدهب والسروع والألماظ اللي بابا سيبهم الحاج الله يرحمه حتى شاءه عمره كله في العملية الاخيرة اكبر عملية سليفان بس انا مقستك كل حاجة انا مكلم اللي هيشتري وهيكيش كمان مكتبة بابا نجيبي اللي في اول شارع نوال عارفها بس عايزكم تساعدوني تسمعوا كلامي عشان اللي اقوله يتنفذ بالحارف انت تجنيت معنى كلامك ده انك عايز ننساعدك في جريبتك ايوا هات سعيدنا وغزبا عنك يام مش الطول ولا مليم فهمنا ايه ده بس ايه ده المختار ايه ده عشان وقاعدين عادي عبيته انت بلها ده بلازفك من هنا وراح كلمتي ايه اللي هتمشي وبالمرة بقى عندي مفاجأة طالما ايه فتحنا قلوبنا البعض انا اتجوزت لا كمال من غير مدى اتجنة لا انا احرفكو على المدام دلوقتي يا روحة بيت يا روحة بقى مريف مختار رؤوس يا بيتني لاخواتي شوية اي 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 روح امراضي فارف فارفش يا اه فارفش عدل اصابت legitimate ought ايه ده اي اينة جاءت يا امي ده كلامي صديقي انا جاءت انا حزيني انا حزيني من مستواتي واصمة درجاه ده مما المين يجابني حقي مراسي بتمني وليه بتمني ماولادك موجودين ولا انت متبنيانة لا يا حبيبي ده انت حبيب عمري ده انت حبيبي قلبي من جوا بس واطي بصراحة ربنا ما حد يشهد ما الحد اليومين دولم انا رايك يا حاجة ولاد الحلال ما خلوش لولاد الحرام حاجة ما ام اضعيتنا معاه يا انا حريص ايه بلعا 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 لعا بلعا لعا انت معاه كبال المعاية كبال مبين في انت معاه ناضره يا عامي مش وقت اعرفش ايه انت معاه المعاية شاع عمري شاع عمري ضاع كده برضو يا مختار تعملها فينا الله يرحمك يا حاج دي كانت شغلاته هو هو ابو دعموشة والجفاة أنا مش عايز نقص! شا عام لله! حرب عليك يا مخطط! جبت لنا يا مخطط! مش معدي كلام! انت الرمع يا الله! شا عام لله! جبت لكم عاردة! جبت لكم عاردة! أهدوا لناكم فيها! أهدوا لناكم فيها! غرفتوا! 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 يا فرحد! صار في التفذق تبريحه! والبلعاء والبلعاء وحب跳تي مازكل ويليا! والبلعاء والبلعاء وحب跳تي مازكل ويليا! شا عام لله! شا عام لله! أمي! شا عام لله! فلائد انت ماء أسفتوا توفنك! شا عام لله! اشتركوا في القناة وبكرة يتعوروا قولوا للأكل الفراخ يخاف يا اخوانا لا تصفروا دول مهما كلوا هيصابوا بجفاف وبكرة يتعوروا يا فسواني يا فسواني ملك قافش يا ابن الناس يا بودهشوم استناني هعد عليك انا والدفاس يا فسواني يا فسواني ملك قافش يا ابن الناس يا بودهشوم استناني هعد عليك انا والدفاس عايشين حرام في حرام وعيش اشمال دقوا المزاهر بخروا قولوا للأكل الفراخ يخاف يا اخوانا لا تصفروا دول مهما كلوا هيصابوا بجفاف وبكرة يتعوروا قولوا للأكل الفراخ يخاف يا اخوانا لا تصفروا دول مهما كلوا هيصابوا بجفاف ومقرأي ساورو وحشنا أبويا قوي هلاقي بقى فين كده طيبة زنت الرجال فهلوي ونجمي بين الضريبة وحشنا أبويا قوي هلاقي بقى فين كده طيبة زنت الرجال فهلوي ونجمي بين الضريبة أبويا بابا اللي ورسته دبستني ولا انا دبسته ابو يا بابا اللي ورسته دبستني ولا انا دبسته مش تركلة مش تركلة مش تركلة ده مصيبة قولوا للأكل الفراخ يخاف ياخوانا لا تصفروا دول مهما كانوا هيصابوا بكفاف وبكرا يتعوروا قولوا للأكل الفراخ يخاف ياخوانا لا تصفروا